بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في جميع بقاعد الدنيا وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها البركة والنفع لجميع سيدة المشاهدين مجهودي يتناسب مع طعامي يعني إيه مجهودي يتناسب مع طعامي؟ أنت بتشتغل إيه؟ مدرس طالب طبيب مزيع؟ لازم أكلك يبقى سوبر فود شوية صلطة بوساط حتة بروتين صغيرة؟ معلقة نشويات معلقة رزة أو مكارونا لكن ما قدرش أكل حلة محشي وأنا طبيب ما قدرش أكل حلة محشي وأنا بذاكر ما قدرش أكل طبق كبير مكارونا ما ينفعش يبقى أقول أنت بتشتغل إيه؟ أقولك تاكل إيه؟ وإلا أنا أكل غلط ونقضي حياتنا كلها مغص وإسهال القولون نظيف إيه؟ تعرف أتأكد أن القولون نظيف أولا بتأكد أن المداخل نظيفة ما عنديش التهاب في منخيري ما عنديش التهاب في سناني ما عنديش بلغة ما بدخانش بنام بالليل كويس الساعة تسعة عشر أنا في سريري بنام كويس بمارس رياضة كويس ما فيش حاجة باخدها ما وضع حافظة لا باخد شابسي ولا كولا ولا شوكولاتات ولا مصصات ولا بيتزا ولا باكل عك ما أنا أعرف بقى أن أنا عندي نظيف إزاي؟ أن المداخل كلها نظيفة وبالتالي بقى المخارج إيه؟ نظيف أنا بعمل براز مرة أو مرتين في اليوم والبراز متماسك وما بقعدش ساعة في الحمام اللي بيقعد ساعة في الحمام لازم يتعالج يا جماعة كده ده لازم يروح المستشفى المفروض أن أنا بدخل الحمام بعمل قضايا الحاجة خمس دقيقة وأطلع أي واحد يقعد في الحمام ساعة ساعتين لازم يتعالج لازم يتعالج ولا يجيله بواسير وشرخ الشرجي وحز وحددمر أظن كلام واضح وجميل أنا بقعد في الحمام كتير يبقى لازم أخذ ملينات لازم بزرق قطونة ولازم سنمكة ولازم أخذ الزبادي ولازم أخذ البزرق التان ولازم أخذ الصلطة الخضر قبل أي أكل ولازم يتعدل القولون عشان لما أخش الحمام خمس دقيقة أعمل إخراج وأخرج بتقعد ساعة في الحمام أنت مريض لازم تتعالج كلام واضح؟ واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مهندس عبدالعزيز رمضان ندير قناة محبي دكتور جودة محمد عوات هاخذك في جولة سريعة هكلمكم فيها عن أحد من المشاريع اللي شاركت في تنفيذها وكان من أهم المشاريع وأشهرها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وكمان في المفاجأة هالوكو عليها في نهاية الموضوع أنا مهندس مدني وفي عام الفين وستة سفلت سعودية هناك شاركت في تنفيذ مشروع الساعة مشروع كان عبارة عن بورج الساعة وحاول المجموعة من الأبراك وأنا شاركت في تنفيذ أحد هذه الأبراك والحقيقة إن بورج الساعة مر بعدة اقتراحات لحد موصل لشكل حالي وفي عام الفين وستة واشر استقريت في مصر وبلاد في العمل الحر واستجابة لشعارها هي نعمل اللي رفع علينا الجليل للدكتور جودة محمد عوات فبال مشاركة العادة من الدكات المهندسين والاستشارين ومكاتب هندسية دات خبرة كبيرة في المجال انشاءات والتشريبات اتفاقنا على عمل عدة مبادرات المبادرة الاولى شط بشيئاتك بسعادة التكلفة المبادرة التانية ابن شاءاتك بسعادة التكلفة وهتستفيدوا لأي عمل هيتم متابعتم من خلال المجموعة من الدكتور المهندسين والاستشارين ومهندسين زاد خبرة كبيرة وبنفس سعادة التكلفة وهيتم تنفيذ المبادرة في عدة مناطب القاهرة والجيزة وستة اكتوبر والفيوم ويوم بعد يوم هنزود الاماكن وكل التفاصيل هكون موجودة اسفل فيديو وبنسبة للمشاعة الكبيرة فاحنا بنرحب بها وهننفزها في اي مكان في مصر وكمان بنرحب بالتعاون مع اشركاتنا العربة اللي حابين اشتروا شواء في مصر ويشتبوهوا على التواصل الخليجي. بنرحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التواصل الانشاء والمعماري. ولو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر كلموني على الرقم الظهر امنكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على خطورة الخضرات الورقية اذا دخلت التلاجة. دخلت التلاجة وخرجت يعني فسدت. فدائما ميجيب الخضار فريش. اوحش منه. دائما بنعمل صلطة خضرة فريش. لو دبلت ضاعت القيمة بتاعتها. زي في خضرات ورقية زي السبانخ الرجلة الملوخية كل ده في الكتاب والله. سبانخ رجلة ملوخية خبيزة سلم. ده ما يتسخنش يخش التلاجة. انه بيعمل طبع على قدي. ملوخية سبانخ رجلة خبيزة سلم كل ده بعمل طبع على قدي وكله. اللي يفيد بيترمي. احنا عندنا ناس بتدخل الملوخية التلاجة وبعدين سخنة. بعدين دخلت التلاجة وبعدين سخنة. كده تحولت الى مادة سامة. انا باتكلم بعلم. اذا انت دخلت المادة الخضرة وخرجتها. ده اللحمة يا راجل ما تطلعش من التلاجة من الفريزر وتخش تاني. بعد ما تفق تتعمل. فمهم جدا جدا الخضروات الورقية بتكرار الغلايان تتحول الى مواد سامة. برضو مهم جدا المياه الغازية. في بعض الناس ما بتاكلش الى مياه الغازية. اقولك ده بيهضم معي ده بيمشي. بيتحك على نفسه. احنا ربنا سبحانه تعالى لوكله واشرابه ولا تسرف. الوكله واشرابه. اكل واسيب تلت كده تلتة اكلة للشراب. واسيب تلتة كمان بعد الشراب للنفس. الهوة يعني. عشان الغازية. يعني انا باكل تلتة اطباق لو بحب ربنا اكل طبق واحد. باكل تلت تلغيف تلت ساندوتشات لو بحب ربنا ساندوتش واحد. يبقى دايما اقالي الكمية بتاعتي. انا عندي ساندوتشات يا باخد انا باكل تلاتة او اربعة اخد واحد او اتنين بحب ربنا. في ناس ما بتتحكمش في نفسها خالص.